ازايكم انا عمر اهلا بيكو في فيديو جديد من نشرة اخبار فود انفو من فود توداي ونشرة جديدة من اهم اخبار المطاعم والصناعات الهزائية خبر صار لمحبس في ماركت باندا السعودية بعد افتتاح فرع الرحال لكل سيدات مصر فرصة للحصول على وظيفة في شركة تابسيكو انطلاق معرض ابو ظبي للاخزاء بالمشاركة بدول من شركة اسيا وافريقيا واوروبا ونبدأ اخبارنا بشركة باندا السعودية واللي لسه فاتح فرع جديد في مدينة الرحال الاستثمارة في مصر باضافة عدد من المتاجر على كل مستوى جمهوري وتاني خبر النهاردة معانا عن فابسيكو والحفل الختامي لمرحلة الاولى لبرنامج عاملة شوف لتكريم خمسين مشاركة وصلت لمرحلة النهائية للتحاكم ببرنامج تدريبي جوه الشركة والمفاجأ انه يكون في فرصة للتوظيف للكسبات والتكريم هيكون بحضور محمد شلبيا رئيس مجلس ادارة شركة فابسيكو ورونالد سكيلينجز الرئيس التنفيذي للموارد المشارية الفابسيكو العالمية ودين المفتي المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز مصر ونختم اخبارنا بالاستعداد لانطلاق الدورة الاولى من المعرض ابو ظابي الدولي للاخزائي واللي هيكون في فترة من 6 الى 8 ديسمبر 2020 واللي هيكون في مركز ابو ظابي الوطني للمعرض ومن المتوقع ان يشهد المعرض اللي بتنظمه شركة ادنك بالتعاون مع هيئة ابو ظابي للزراعة والسلام الغذائي ومشاركة دول زي تركيا والهند والبرازيل وايران والمغرب وغنوب افريقيا وبلغاريا وكردا ودول تانية كتيرة زي كولندا وإيطاليا وتايلاند وبلا روسيا ولبنان ونزيلاند وفي كده تكون خلصت نشرة أخبار Food Info من Food Today كان معاكم عمر وما تنسوش Make Every Day Food Today